تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هتفيا من سكرتيري عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تضمن استعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة على كافة الأصعيدة بما في ذلك الجهود المصرية المكسفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار واتفاق للهدنة في قطاع غزة كما تناول الاتصال بحث ما تطلبه الظروف الراهنة من تضافر لكافة الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة الحالية سعيا لتحقيق انفراجة لهذا الوضع المتأزم وتجنوبا لتوسيع دائرة الصراع فضلا عن ضمان الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع بشكل مستدام وبلا عوائق لسيما مع انهيار المنظومة الإنسانية وتعرض أهالي القطاع لمخاطر المجاعة والأوبئة الأمر الذي يتطلب ضرورة استمرار الدعم الكامل لعمل وكالة الأونروا التي تقوم بدور محوري في دعم الشعب الفلسطيني كما تضمن الاتصال التحذير من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية والتي تمثل عائقا خطيرا أمام انتظام عمليات قروج الجرحة والمرضى لتلقي العلاج ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية كما شهد الاتصال التجديد على ضرورة العمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر انفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وذلك للحيلولة دون تفاقم الصراع وإرساء للاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة